تحياتي لدكتور مصطفى عبدو وتحياتي لفريق الاعداد لبرنامج المجري على قناة النادي الاهلي سعيد جدا ان بكل اطلالة كده لما يكون عندكم ضيوف من العهر السقيل اللي بتشرف بان انا واحد من تلميزهم وابنائهم واحد من اللي تتلمزوا على ايديهم سواء من خلال مجال التطبيقي في الاتحادات الرياضية او من خلال العلم زي الضيف الجليل الكريم اللي موجود مع حضرتك ناردة دكتور مصطفى احنا محصوصين جدا جدا انا بشكرك على اختيار هذه النوعية من الضيوف الدكتور الاستاذ الدكتور عالم العلماء وعميد العمداء الاستاذ دكتور كمال درويش حينما يطل من نافذة للنادي الاهلي اولا دي دعوة على طول ضد التعصب على طول كده لان الاستاذ دكتور كمال درويش خلال فترة تولي رئاسة نادزة مالك العريق كانت العلاقة مع النادي الاهلي على اعلى وافضل مستوياتها وكانت نقدر بقول المثالية المثالية المنشودة من وراء الرياضة بتسامحها وقيمها ونبلها كانت موجودة ببين فترة الاستاذ الدكتور كمال درويش مع كابتن صلح السنيم وكابتن حسن حمدي اما كانوا في النادي الالي اعتقد شفت برضو منظر في النادي الاني كان الاستاذ دكتور كمال درويش ضيف على مجلز دارة النادي الهلي بقدور الكابتن الكبير محمود الخطيب في كتاب لصديقנו اماراتي الدكتور احمد الشريف فشفت الحميمية وكيف استقبل الأستاذ الدكتور كامان درويش في مقر النادي الأهلي وكيف تحدث الدكتور كامان درويش عن النادي الأهلي تلك هي قيم الرياضة التي تعلمناها من أساذتنا وعلى رأسهم من الأستاذ الدكتور كامان درويش عالم العلماء في علم الإدارة الرياضية نحن محتاجين تكتير ومحتاجين ربنا يمد في عمره ويدي له الصحة والعافية نجلس ونستمع لهذه الأيقونة في مجال الإدارة الرياضية كمان على صعيد الاستشارات الرياضية الوطن العربي كله على فكرة يعرف قيمة وقدر وقامة الدكتور كامال درويج ويتعامل معاه على طول كل من درس في علوم الرياضة أو في قليات التربية الرياضية في الوطن العربي يقدرون هذا الرجل الذي هو رمز لكل هذه المنظومة الرياضية الأكاديمية على مستوى الوطن العربي الأستاذ الدكتور كامال درويج في فترة الزمالك على صعيد النظري والتطبيقي هو واحد من القلائم الذين نجحوا من المجال النظري الأكاديمي في المجال العملي التطبيقي وبالتالي على صعيد نظر زمالك حق قدر كبير فاق الألف بطولة عشان كده يا جماعة النهاردة عايزين نستغل وجوده في ضيافة الدكتور مصطفى عبدو ونجلس ونستمع ونستمتع بالرشاقة في العبارة وبالرصانة في التفكير وبالحكمة يعني أعتقد النهاردة نحن محظوظين بشكرك يا دكتور مصطفى وبتمنى التوفيق دايماً لحضرتك في برنامجك المجري وفريق الإعداد بشكره وأخوي محمد القوسي على اختياراتهم مع حضرتك للشخصيات النبيلة الجميلة اللي احنا بنستمتع بيها وأعتقد النحوار ممتع مشوق سنستمتع به تحياتي لك أستاذنا ووالدنا أستاذ الدكتور كامال درويج ترجمة نانسي قنقر